المخرج الفرنسي الكبير فرنسا تخيفو كان بيقول أنه مهنة الإخراج مهنة مليانة سعادة لكن كمان مليانة إحباط وتعاسة أكيد تخيفو هنا كان قصده على المخرج الحقيقي المخرج اللي بيحفر جواه عشان يقدم حاجة هو فعلاً مؤمن بيها المخرج اللي بيخلي الممثل يقدم أفضل وأصدق معنده المخرج اللي بيخلي المتفرج يفكر في اللي هو بيتفرج عليه الممثل أسر ياسين وصف دفي على أنه جرح مشاعر ومعظم الناس اللي اشتغلوا معاه وصفوه بأنه هو شخص عظيم وعبكري وأفضل معلم للممثل إزاي بقى دفي بيعيش بمشاعر القلق والإحباط والسعادة اللي في مجاله ده لحنكتشفوا حالاً من خلال حوارنا مع المخرج المتميز دايماً أستاذ هاني خليفة أهلاً بيك أهلاً بحضرتك إيه التقديمة دي أنا روح كده خلاص ده حاجة إزاي لأكتر من كده شعرت بقى فهم غالبازت كده أستاذ هاني لو رجعنا للأول وسألت لحضرتك إمت حسيت أنك عايز تكون مخرج أم 16 سنة في الصعيد كنت بمثل قبلها في المسرح وبعدين كنت واقف في الفجر في بلاكونة بيتنا العنيل في زواج كان فيه ورانا المحطة القطرفة عسكري جاي من المحطة كان صوت البيادة بتاعته كده عند واقع في الحارة الدقيقة عشان يلحق التاكسي يروح بي بلدهم التاكسي ده كان عربيات قديمة كده موديل الأربعينات والخمسينات أمريكاني هي دي كانت عربيات اللي بتنقل الناس للقرى والمراكز فالمنظر عجبني وأنا حسيت أنه أنا عايز أمثل كان ساعاتها في فيلم البريء أستاذ أحمد زاكي وأنا طبعا ما بحب أستاذ أحمد زاكي جدا كان هو بيعني الحاجات عظيمة فأنا حسيتني والله أنا عايز أعمل العسكري ده اللي هو راح يلحق العربية ففاتته في آخر لحظة فآخر كم خطوة كده وهو كان فيهم إحباط كده فابتدى يعلق رجله بطريقة معانية عجبتني الحاجة دي قلت الله أنا ممكن أمثل حاجة أنا كنت نفسي أبقى ممثل وأنا أصغر من 14 والحاجات دي ففي اللحظة دي هي سألت نفسي أوكي طب مين شاف ده أنت اللي شفت ده فهنت هت يعني هل أنت عايز تعمل اللقطة دي ولا أنت عجبك الصورة دي كلها بصوت البيادة بمنظر النيل بالتاكسي فحسيتني أنه لا أنا عايز أحكي الحكاية مش عايز أبقى جزء من الحكاية أهلي كانوا مشجعين جداً طول ما هو في المدرسة طول ما هو نشاط في البيت طول ما بنصل في مصرح المدرسة أو طول ما بتمثل في مصرح عندنا قصر الصخافة في سواج إنما أول ما بتديننا قلنا أنه كارير لا طبعاً كان فيه مشكلة وأقنعتهم إزاي بقى؟ إن أنا سبت بكلية سقطت نفسي في بكلية اختنعوا على طول موضوع كان بسيط يعني أنا كنت في كلية حقوق عشان والدي محامي قدمت أول سنة المعهد ما تقابلتش أصريت إن أنا لا أقدم تاني بابايا كان خايف عليها فقالي لا الشرط إنك تنجح عشان تقدم تاني فأنا سقت خلتها شيء انتحاري شوية إنه أوكي لا وهدخل ودخلت المعهد السنة دي فعلاً الحمد لله حاطتهم قدام الأمر الواقع ودخلت المعهد حاطت نفسي وهم قدام الأمر الواقع وفي نفس الوقت هو كان الفكرة منهم مش إنهما ضد المجال هما خوفاً عليك لأنهما إحنا أسرة في الصعيد ما عندناش أي علاقة في الوسط الفني في الوقت ده في أواخر التمينات كان يعني إيه معهد السينما طب هو سنتين والأربعة طب هو مؤهد متوسط طب هو مش عارف إيه كنا في زمن ما فيوش المعلومات فكنا عشان نعرف المعلومة ده شيء صعب جداً ده معنا إن حد لازم يسافر ييجي قاهرة أو أكلم الدليل هيئة الاستعلامات عشان أعرف فين تليفون معهد السينما فحاول أكلم معهد السينما ما لقيش التليفون شغال فلاقي تليفون أكاديمية الفنوين يعني كانت الحاجات صعبة زمان بحكم إنه كان فيه كده زي ما أنت بهم جوابات وما كانتش التكنولوجي كده اللي هو تخش على جوغل وتعرفي فين اللوكيشن فين الحاجات وتشوفي صور وتقابلي ناس كان المعلومات قليلاً درست في المعهد ومن حظك برضو إنه بدايت مشوارك اشتغلت بمع المخرج الكبير داود عبدالسيد وقلت إنه أهم حاجة تعلمتها منه هي فكرة إنك تدور على صوتك الخاص كمخرج ويمكن كان حظي حلو إن أنا استدبت أستاذ داود وكان بيقول إنه المعهد ممكن يدي أدوات للمخرج عشان يعرف يخرج فين لكن رحلة بحثه لصوته الخاص دي رحلة تانية وطويلة جداً إمتى هاني خليفة لقى صوته الخاص يعني أعتقد إنه أنا اكتشفته وأنا بعمل مشروع التخرج مكنتش متأكد لأن مشروع التخرج ممكن يبقى صدفة اتأكد لي في صهر الليلي اللي هو في تانية حاجة رواقية بعملها يعني عملت فلوس تسجيلي حاجة صغيرة بس هو حاجة دي بتكتشفيها مش بتكوينيها وهي حاجة شخصية جداً كل فنان عن آخر هي إنت مين وإنت بتعمل إيه أو بتحكي إزاي أو حاجة كده مش عارف ألخصها في كلام يعني قزي هي بالنسبة لنا ما كانتش مثلاً مش زي أستاذ داود يعني أستاذ داود عنده فيجن عنده رؤية مش بس صوت خاص أستاذ داود عنده عالم وعنده طرح وعنده قضايا يعني ما تبصي على أفلامه ممكن تتعاملي معاه معاملة الأديب يعني قصدي الردي كأنها الروايات يعني في عالم داود عبدالسايد أنا ما عنديش كده أنا عندي طريقة حكي ممكن وكل واحد يعني بيبقى يعني أنا قانع الحمد لله بل عندي مخلص فيه بس أنا عارف قيمته شوية هو هي حاجة ليه علاقة بالحكي أكتر ما إن أنا عايز أقول إيه يعني أنا عايز أحكي بطريقة معينة تبقى مؤثرة مش إن أنا عايز أقول شيء معين أنا ما بحبش الكونكلوجينز يعني بحبش النتائج أحب الأسئلة أكتر من النتائج أتكلمت عن فيلم صهر الليالي وطبعا كان أول فيلم روائي طويل حالتك تعمله وكان برضو أول فيلم لتامر حبيب ولما استضافنا تامر حبيب قال إنه هو أستاذ داود عبدالسايد هو لا شجع وأنه هو يكتب لأنه كان كتب سيناريوهات كتيرة وما فيش حاجة في يوم يتعمل لغاية ما كتب السيناريو دا وهو ما كانش بيفكر ساعتها الفيلم حيتعمل ولا لا هتلاقوا منتج ولا لا وأستاذ داود اللي أخذ الفيلم ودهه لأستاذ إسعاد يونس ومن هنا بدأت الرحلة وحادتك قلت أنك اكتشفت نفسك كمخرج من خلال الفيلم دا فنفسي أنك تحكي لنا عن التجربة دي كنا صغيرين كلنا كنا في أواخر العشرينات اللحظة اللي قلنا فيها أو اللحظة اللي خلص فيها تم تامر السيناريو أنا كنت بقى ركا صديق ما كنتش أعرف أنه يعني أنه هو جيه في لحظة تامر قال لي تخرج الفيلم وطوله آآ طب بعد ما كتبه وقريته كله كنت بقرأ بشكل محاية بقرأ عمل صديق مش بقرأ عشان أنا اللي أخرجه فاتأثرت وحبيت يعني أنا كان عندي مشكلة مع الأبطال في الأول وأنا بقرأ كواحد من الأقاليم أما عندي مشاكل طبقية مع نوع معين كده من الثقافة في القاهرة أنا بسميهم بتوع المهندسين في ثقافة بتوع المهندسين ففي الأول كنت حاسس أن اللي هما بيتلموا في معرض ومش عارف يعملوا إيه ويتكلموا على المناطق كنت حاسس أنهم شوية لا الناس دول مش أصحابي على بالما خلصت السيناريو كنت بقى بعيط وبحبهم فعجبني اللي عملوا فيها فالآخر حسيت أنه ما هو الفن عن كده عن أن احنا نعرف الآخرين ونفهمهم أنه ممكن يكون الناس اللي أنت شكلهم غريب بالنسبة لك ده تحسهم جدا وتصدقهم وتلاقي عندك حاجة شبههم وحاجات كده فلما قريدت السيناريو فقال لي تخرجوا قلتها سلام ده أحب جدا آه أستاذ داود طبعا هو اللي ودينا أستاذ حسيني القلة وأستاذ حسيني القلة مادام إسعاد وابتدت الرحلة وإحنا في وسط الرحلة أعتقد أنه كان يعني أنا كان عندي في اللحظة دي كان عندي اعتقاد أنه الشيء ده هينجح وأنا صغير كده ومش فاهم حاجة ممكن تكون حمقة الشباب عادي يعني بس هي كانت الفكرة أن كل حد بيقرأ السيناريو ده كان بيتأثر يعني السيناريو ده كل صحابنا المنترين اللي في المجال أنت قريت ده تامر حبيب كتب حاجة فظيعة فحسيت أنه اللي كاتبه تامر كتب حاجة حلوة لدرجة أنه كل اللي بيقرأها بيتأثر بيها بيتكلم عنها وغير أنها مؤثرها فيه أنا بشكل شخصي هي كانت العقبة إزاي ده هننفزه ما كانش عندنا ريفرنس للنوع ده قبل كده فهنعمل إيه فبتدينا نتكلم على كاست والكاست طبعا عشان تجمعي تمانية في الوقت ده كان صعب بعدين حصلت ظروف يعني بلاد تشلنا وبلاد تحطنا ويحصل تغيرات في الماركت وتيجي الشركة العربية في لحظة معينة تقرر الشير بتاعها تاخد شركة كويتية فمنبقاش عارفين في اللحظة دي إحنا فين فنتحول لإن إحنا بقينا درج جوه مكتب في مكان بيتنقل لمكان تاني فقدنا كده يعني عدنا عدنا ثلاث سنين على قبل ما الفيلم نزل بس في الوقت ده كله إحنا كنا بننتهز الوقت إن إحنا نقعد نجود في الفيلم يعني كنت بقعد أنا وهشام نازيه وخالد مارعي خالد مارعي الموندير وهشام نازيه الموسيقي وتامر حبيب مؤلف الأربعة دول إحنا بقى شغالين تقول للوقت طب نعمل كده طب نخليه أحسن إزاي طب نعمل يعني عادين بنشتغل على الفيلم يعني كأنه حياتنا كلها هي عبارة عن الفيلم يعني إحنا كنا بنروح نقعد عنده شام في الستوديو ونفتح نبص إنه طب مش ممكن تبقى جاءت يعني قزي عادنا في حالة تجويد كده خلاص بقى من الفيلم مش عارفين إن هينزل أو مش هينزل فما فيش ضغط وقت خالص فعادنا نشتغل بمبساط شديد وبمزاج شديد وبعدين خلصنا شغل وبعدين عدى وقت كبير بقى ابتدينا في القلق وبعدين مرة واحدة مفرجت الأمور وقال لا تمام والشركة تمام ومش عارف إيه وخلاص هنعرض في الوقت الفلاني ده بس هي كانت رحلة طويلة ومرهقة شوية يعني بس صبعا يعني انتهاء لي من أهم النجاحات في حياتي أو دايما بحيث إنه بداية فيها حظ فظيع 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 يعني بس اكتشفت إيه عن دابسك كمخرج وانت بتدير لأول مرة عدد كبير جدا للممثلين يعني كان عندي لأننا كنت بشتغل مساعد مخرج مع أساس داود مع أساس خيري مع رضوان الكيشف يعني كنت بشتغل مساعد بقى لي شوية فهو انت مساعد مخرج بتختبري علاقتك مع الآخرين والقيادة والحاجات دي مع الممثلين يمكن أنا اكتشفت حبي للممثل في صهر الليل يعني في مشروع التخرب كان عندي نفس الباشن بس مش ما كنتش مركز فيه لأنه كان كتبتي مبدئان ولأن الأفلام القصيرة ما بتلحقيش تشتغلي فيها بشغل حقي بس أنا اكتشفت وأنا بشتغل في صهر الليل لأن أنا ببقى مثلا أنا رايح النهاردة اللوكيشن عندي المشاهد مش بقعد أذكرها هحط الكاميرا فين ومين هيتحرك إزاي وكده بذكرها أن أنا أراها وحسها فبروح أنا بالإحساس الإحساس زي عمل بيها يطلع إن شاء الله ما عرفش بس بأخد الإحساس يعني أنا لما أنا رايح في الليان بتاعت خناءات مونة وفتحي فببقى رايح عندي ألم العلاقة دي اللي بتتفك شايلو هعمل بيه ما عرفش هحط الكاميرا فين مش مهم بس هولدنج الإحساس فأنا تغلبا اكتشفت في الفيلم ده إنها دي طريقتي للتحضير إن أنا أحط نفسي في مشاعر الشخصية دي وفي مشاعر الشخصية دي يعني وأنا بفكر دايماً بتحطي نفسك في الأطراف كلها مش مش في طرف ضد طرف يعني هو كل واحد شايف إيه هو ده حسس إيه فأنا بس يا دي الفكرة إنه زي ما بقولك كده أنت بي عندك تحضير إن أنا حاول أستطعم المشهد بقرب شكل بسيط خلص مش إن أنا أفكر كميزانسين هنعمل إيه يعني دي حاجات بحلها في اللوكيشن بالنسبة لي بدور على ميزانسين حقيقي على حاجات المهم أوصل للإحساس اللي جالي ده لما قريت لما الفيلم نزل يعني الإحساس الحاجة تكلم عليه بوصل للناس كلها وحقق نجاح كبير جدا لكن أكيد مع النجاح الكبير بيبقى فيه مسؤولية جبيرة للفنان إنه يحس إنه بقى طموحه عالي وعايز يقدم حاجة على نفس المستوى أو أفضل وأكيد تبقى مرحلة صعبة جدا لغاية ما تلاقي المشروع اللي بعده اللي يعني برضو بيرد على كل الحاجات اللي بتدور عليها في أي مشروع عيشت الفترة الصعبة دي إزاي يعني هي دي كانت من أصعب في عطرات حياتي صراحة من بعد صهر لإنه إنه تعودي ثلاث سنين بتشتغلي على حاجة بعدين الحاجة دي تخلص فمرة واحدة بتحسي بخواء المشن بتاعتك خلصت وخلصت ونجحت تمام بس أوكي هنعمل إيه بالنجاح ده هو كده عارفة اللي هو عدم التزان شوية بسفرنا كتير مهرجانات كتير حاجات كان بيتعرض عليها حاجات كتير كل اللي كان بيتعرض عليها ما كانش قد طموحي فكرة هو هو إحنا ليه بنشتغل مخرجين إذا ما كانش عندك حاجة تضفها أو عندك طعم خاص أو عندك شخصية خاصة واندرك إن انت تكتشفها بشكل ما يعني فما فيش لازمة فأنا بالنسبالي أنا ما كنتش عايزة أعمل فيلم عشان أعلق رتبة المخرج عشان أنخرط في السينما التجارية أعمل اللي بتعمل اللي بتعمل حلوة على عيني وعلى رأسي بس ما يخصنيش أنا بدور على اللي خصني اللي أنا أحب أقوله ألاقي نفسي فيه أحس إن أنا ما شفتوش قبل كده يعني لازم بيقى فيش هيئ ما بيحركني بس فما كانش فيه توفيق في الفترة دي كتير لغاية أعتقد سنة 2006 بعدها بثلاث سنين كان فيه مشروع مع منتج والمشروع أنا تحمست ليه فنيا جدا بس المشكلة إن أنا كنت جاي من سهر لالي مجروح مجروح بمعنى إن أنا كنت مخرج لأول مرة عنيد جدا وما بيفرقش معايا حاجة ما قطع بطاقتي فلا أنا عايز هو اللي هيحصل بمنتهى السخافة وفي نفس الوقت الطرف الآخر المنتج ده أو الشخص ده يعني هو بالنسبة له هو ماله عامل كده ليه مش عارف إيه يعني ما كانش مستظرفني أو هي طريقته مش عارف يعني أنا مش عارف هو كانت إيه مشكلته معايا بس أنا ما هتمتش لإن أنا أحمق صغير عنده حاجة عشر سنة أو تلاتين سنة يعني كانت التجربة مش لطيفة فلما جينا نكرر التجربة تاني فأنا بس خليت النقطة واضحة أنا بس قلت له إنه اللي حصل معايا في الفيلم مش هيحصل في الفيلم ده فهو الرجل إلق طبعا وأنا كنت جاي محمل بالحاجات ولا هي لخناءة ولا بتاع أيها معرفش هو الرجل قال لي لأ لأ أنا مش عايزك تعمل الفيلم قلت له خلاص أوكي مش عايزك تعمل الفيلم كان فيه نسخة أنا اشتغلت فيها مع السكريبت رايتر قلت له بس شرطي الوحيدة إن النسخة أنا وإحنا اشتغلنا فيها دي ما تشغلهاش وعندك المؤلف تمام يعني وخلاص بتاعدي أخد سخافة من عمري شوية وكنت حابب المشروع يعني كان عندي طموح في المشروع ده قوي جدا يعني بس عد ده وبعدين دخلت في بروجيكت الجامعة مع أستاذ عمرقورة البروجيكت ده كان فيه حاجة ظريفة فكرة إن إحنا بنكسبلور الشباب ونعرفهم بيقولوا إيه وبيفكروا في إيه والفيسبوك والسياسة والحاجات وده كان مباشرة قبل السنين اللي هي كنا ابتدين من 2007 فكانت رحلة حلوة بس طولت قوي لأنها كان طموحها كبير قوي لأنهم كانوا كلهم وجوه صغارة قوي عندهم 16 سنة و 17 سنة فبقى بنجابهم وندربهم على التمثيل والكتابة والحاجات وحطين طموح كبير قوي في دماغنا إن إحنا عايزين ننافس المستوى اللي بنشوفه في الأعمال الأجنبية شوية عايزين نبعد عن صناعة التقليدية بتاعت الدراما وأعتقد إحنا عملنا شغل كويس بس لأسف جيب مع توقيت عرضه في الثورة فما يعني كان ممكن المسلسل ده يحقق حاجة أكتر من جدا كان ممكن يعني في الفترة اللي هي قبل المسلسل ده اللي حاجة كنتش بتخرج فيها قلت أو اعترفت إنه لما كنت بتتفرج على فيلم حلو كنت بتحس بغيرة أيها الجزيرة أنا ما شفت الجزيرة قصة شريف عرفة وحسيت بغيرة طبعا ده الشغور ده كنت بتتعمل معه زي يعني دايما بنقول الغيرة مش شغور مفيد لكن بحس إنه أحيانا بيعرفك الحاجة اللي أنت عميسك بشكل حلو لأنه مشكلة الجزيرة جالية عالجرح يعني ده سهاج فأنا الله يعني ومعمول حلو قوي يعني حتى طبعا كلمت قصة شريف أنا حبيت الفيلم ده حبيته وشفت فيه يعني حتى الساقة بالنسبة لي من أحلى أدواره لأنه هو عمل السعيد المودرن السعيد اللي بتاع الجيل بتاعنا بيهزر مع الكاميرا اللي شايفها وعارف إنه مترائف بيشعلي الطريقة كده يعني قصدي يوالا فيلمه كان حلو طبعا بقى غير بس غيرة حميدة يعني قصدي مش غيرة سلبية يعني يعني يمكن مهنة الإخراج مهنة صعبة جدا لأنها معتمدة على عناصر خارجية كتير جدا إنك تلاقي سيناريو كويس إنك تلاقي ممثلين إنك تلاقي منتج أساساً يبقى متحمس للمشروع لكن لو سألت هاني خليفة السفات اللي لازم تبقى موجودة عند المخرج عشان يبقى مخرج الشاطر لا ما عرفش هو ما فيش وصفة بصراحة ما فيش وصفة يعني ما ديبقى الحاجات اللي مع يعني يعني هو كل واحد بيحقق اللي شايفه بطريقة مختلفة يمكن المهم إنه يبقى شايف حاجة يعني لو في شرط عشان تبقى مخرج إنه يبقى عندك أي شوفان عشان أنت هتديريكت الناس بناء على الشوفان ده لو أنت بتديريكت الناس بناء على ولا حاجة هيتكشف الأمر وهيتعرف إنه إحنا ما فيش قعدة بس لو أنت بتتبع إحساس ما عندك أو رؤية ما أو حاجة أنت شايفها هيبقى ده بيؤدي الاتجاه ما أنت هيقلي يعني يمكن كلام حاجة بفكرني بالمخرج الأسباني فيدر والمادوبار لأنه كان بيقول التكنيك أي حد ممكن يعني يتعلمه لكن أهم حاجة عند المخرج إنه يبقى عنده رؤية عنده وجهة نظر بس إزاي الواحد يقدر يبني وجهة النظر دي بالذات في أول الطريق أنا بنيت وجهة نظر للشخصية أنا قررت أدلع نفسي من وأنا عائل صغير إنه اللي أنت تحس أنت تمام زيبك من أحد ببيني وبين نفسي يعني ما بقولش الكلام ده طبعا قدام العيلة قدام مامتي قدام بس أنا بيني وبين نفسي أنا ما إلا أنا هحسه هو أنا عايز أكل أنا هاكل أنا مش عايز أكل أنا مش عايز أكل أنا مش عايز أذاكر ما يعني بيتنا ما كانش في بيانو أفي أورج بس أنا مش بعرف علعب أورج أصلا ويدني مش موسيقية ومش معهوب في المنطقة دي كلها ودايما بقول لنفسي طيب افتكر نفسك أنت كنت مين فعايز أكي كنت بتركب الحمطور ورا الراجل في البداع فده أنت فلما بنيجي ساعات نتفرج مثلا على حاجة مثلا لبرجمان أو تركافسكي أو حاجات كي ساعات حاجات بحبها وساعات حاجات يعني أنا للأسف للأسف منتهاء قلة الزوق يعني أنا بحب منفليني لمرحلة القديمة المرحلة الجديدة حتى هذه اللحظة أم بفهمهاش والله حاولت تمام شمال يمين ده أنا فكرة بقى أن يبقى عندك زوق أو شوافان أو رؤية هي أنك تحافظ على نفسك زي ما أنت مش أن أنت تكسل وما تتعلمش اتعلم على قد ما تقدر وغير في أفكارك ومجرب شوف فليني تاني مرة يمكن تفهمه الكتاب اللي ما عرفتش بس طول ما أنت مش عارفه أو مش فهمه لا تدعي فدي الحاجة اللي أنا بحاول أحافظ عليها طول الوقت أنا مش هتدعي اللي أنا حاسه هقوله فاهم فاهم مش فاهم مش فاهم وفي جملة حلوة كده بتتقلل الممثلين كده اللي هو كأنه ده السر اللي بيخلي الممثل يبقى واقف على رجليه ومنور إنه هو يبقى بينه وبين نفسه يقول I'm enough إيه فهم enough كل حاجة تماما أنا مش محتاج حاجة أنا لما لو بتيت أشك إيه أنا شاك لي كويس أنا بقولك جملة كويس أنا معرفش إيه في اللوقت ده أنا مش enough فببتدي روحي تتضاقل كده ومش charismatic إنما في لحظة السخة كده لما تحسي I'm enough هتلاقي الدنيا كلها بصيت لك لأنه you are enough شبه كده بس في الpersonality على الإخراج يعني إنه مش محتاج هتقرأ كل كتب الدنيا مش هتقدر ما تقدرش ما تقدرش تشوف كل أفلام الدنيا فإنت اختر خليك honest خليك طبيعي reflective بشكل حقيقي ما تكذبش الدنيا هتبقى بسيط هتعرف أنت مين وبتحب إيه وفي الآخر الموضوع بسيط يعني قصدي مش مش achievement مش يعني أنت مش بتسعي تتعلمي عشان تسبقي الآخرين بتسعي تتعلمي عشان تعرفي نفسك أكتر تطوري نفسك أكتر بس في إطار من المحبة والتصالح واللي معانا هو اللي معانا واللي ناقصنا هنعمل إيه معلش هنحاول نتعوره والدنيا بسيطة يعني أستاذ يعني معروف أنك بتبني علاقة قوية جدا مع الممثل اللي قدامك ولما استضافنا النجم الكبير محمود قبيل قال إنه صحيح يشتغل مع يسف شهين وبركات لكن حررتك أهم مخرج يشتغل معاه وقال لو كان قبلك من زمان كان زمانه أخد أسكر يعني وكل الممثلين تلعوا معاك حتى في المسلسل الأخير الليلة واللي فيها كلهم بيقولوا إنك مدرسة فأنا عايز أعرف بقى حررتك بتعمل إيه مع الممثل عشان يطلع أفضل أداء عنده بقى كذا حاجة أولا أنا لما بقرأ العمل أنا بتخيل له أداء بتخيل إنه يتقدى إزاي ودي طريقة المذاكرة إنه الجملة ممكن تبقى قالتها إزاي أو هو قالها إزاي فأنا بيبقى عندي تصور فلما يبقى عندي تصور فأقدر لما أتكلم معاك إحنا بنتكلم بناء على حاجة هنوصل للتصور مش لازم نوصل للتصور بتاعي بس إحنا بنترح الحاجات للمناقشة ممكن للممثل يقولي لأ أنا التصور بتاعي إنه لما رد الكلمة دي ما كانش حاسس كده كان حاسس كده فممكن أقتنع عادي بس عادة بقى بقى أنا مذاكرة للنص كله فغالبا ما بتبقى وجهة نظر أنا أكتر لصالح العمل كله يعني ممكن لأن الممثل مهما كان بيركز على العمل كله وكل عاجة بس بيركز على دوره فبيبقى أنا عندي تصور وأطراحوا على الممثل نشوف هنوصل له إزاي نحاول فيه بحاول أعمل دعم على قد ما أقدر وعمل محميه يعني إنه مفيش ضغط مفيش حاجة إحنا هنطلع للحظة وأنا ممكن يبقى عليها ضغط من الإنتاج في اللحظة دي ولازم تخلص وشارف إيه على حسب أهمية الشيء يعني بنحاول مفيش طريقة واحدة لكل الممثلين هو العلم بيقول إنه كل ممثل هو إنسترومنت هو آلة ودي حلاوة التمثيل إنه كل كائن بشري هو آلة غير قبلة للتكرار مفيش منك اتنين مفيش مني اتنين مفيش من أحد اتنين فالآلة دي لما بتقول اللحن ده عمرها ما هتبقى أي زي آلة تانية فأنت مهمتك إن أنت تكتشف الأوريجناليتي بتاعتك طريقتك أنت اللي تخصك في الرنجها بقى الطواري رنجها تشوفيها هتتجيب منين منين بس هتفضل في الآخر الإنسترومنت بتاعتك فأنا لما بشتغل مع الممثل بيبقى تصور إنه هو إنسترومنت بشوف حدوده رايحة فين يقدر يقول إيه قرار عمده عامل إزاي الحاجات الرفاية المجنونة هل يقدر يعبر عنها بيبقى مرتاح أكتر وهو يعني يعني قضي كأنه آلة فهم قضي بنكتشف بعض فأنا بيبقى فضولي الاكتشاف الممثل لما يبقى معرفوش وماشتغلناش مع بعض بيبقى أحلى بحس إن أنا جاي وانا مش عارف أنا هجيلك منين وانت هتجيلي منين وهنوصل لحاجات إزاي يعني أنا من الناس اللي استمتعت معاهم قوي في الشغل واللي كررت معاهم التجربة كذا مرة القليلين الواحدين مراد مكرم اشتغلت معاك أربع مرات اشتغلنا ليالي اوجيني وفوق مستوى الشرهات الحساب يجمع وفيه أعجاز حاجة رابعة لا كنا هنشتغل حاجة رابعة ومشتغلناش فأكتر حد في حياتي اشتغلت معاهم فخلاص بعد شوية بتبقى حفزنا بعض فهم بس هو الماتش برضو ما كانش مملل أن كانت التجارب فيها حاجة جديدة يعني كانت تحدي بتاعنا في القليل اوجيني إن احنا إزاي ما نبقاش أحمد بتاع فوق مستوى الشوهات ابن أمه ما هو ده ابن أمه وده ابن أمه بس فيه فرق في الراجل ده اليهودي المامتو ليلى عز العرب وفيه فرق في الراجل ده المعاصر اللي في كومباوند اللي مامتو اللطيفة فهمي وفيه فرق في العلاقة دي بمامتو وفيه فرق في العلاقة دي بمامتو هذا الممتع في الشغلانة الممتع هي الفكرة إنه هنوصل لو إحنا عارفين بالزبط قوي أنا هعمل كذا فأنت هتعملي كذا فأنا هعمل كذا فهننزم نقوله منو إحنا في البيت مش محتاجين ننزل يعني بس أذي أنت بتنزلي تكتشفيه تكتشفي اللحظة تكتشفيه الكيميا اللي هتحصل بينك وبين الممثل والكيميا اللي بين الممثل ده وبين الممثل اللي أقصاده لأن الحاجات الخلق الفني حاجة حية كده قصدي حاجة ملهاش مقاييس مهما إن كنت قاري المشهد ومذاكر ومتخيله إحساس لما بيتجسد ممكن ياخد شكل أحلى من اللي أنا كنت متخيله يعني هي حاجة كده لحظة كريشن جماعية أنا وظيفتي إن أنا أساعد الناس على قد ما يقدروا إن هما يدخلوا في الكريشن ده وإنهم يبقوا مركزين وإن أنا أمنع الهزار في اللوكيشن أنا بحبش الهزار في اللوكيشن خلص ما بحب يعني بحس إنه لازم نبقى كلنا فوكس ده على قد ما نقدر وبس وربنا بيكرم يعني في اللحظة طب المخرج بقى بيدور على إيه في الممثل؟ يعني بإيه الصفات اللي بتدور عليها في الممثل اللي بتشتغل معاه؟ يعني ما عنديش صفات يعني ما هقولك بشكل برجماتي يعني يعني ساعات ممكن أشتغل معيك علشان أنا عايز المعجبين بتوعك مثلا أنت عندك عدد معجبين كتير فظيع وممثلتيش قبل كده فممكن أشتغل معيك علشان أنا عايز القاعدة الجمهرية بتاعتك دي تشوف العمل بس هالفكرة لما هشتغل معيك هاعمل إيه؟ هل أنت الحاجة اللي هتظهري فيها دي هتبقى مفيدة فيها؟ ولا أنا هجيب القاعدة الجمهرية بتاعتك دي نضحك عليهم لهم قربوا بس وخلاص ما كناش قصدين حاجة فلازم يعني مش لازم يبقى عندك حاجات يعني قصدي أنه أنا ما بعنديش تقييم للممثل أو فيه ممثلين عظماء طبعا كتير جدا أحب لأصلا لسه أشتغل معاهم بس أنا ما بفكرش دايما أن أنا أحب يتوافر في الممثل كذا 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 لأنا ممكن أحب أدخل تجارب مختلفة جدا يعني ممكن أجرب أشتغل مع حد عمره ممثل قبل كده ممكن أجرب أي حق يعني قصدي فاتح الباب ما عنديش رولز أو قاعدة معينة أحب إيه في الممثل؟ أحب أنه يبقى مبهر ويفجئني ويسمع كويس وينفذ الحاجات بطريقة دقيقة يعني دايما أنا تجربتي مع الأستاذ المونزاكي أو أنا بقول عليها مونزاكي كده يعني لأن أنا يعني صحبتي وأختي وموثلتي المفضلة يعني تجربتي مع مونة كان فيها يعني أن مونة أنا دايما بحس أن أنا ممكن أطلب أي حاجة يعني ممكن أطلب اللي هي لحظة فيه سنة قلم بس فيه سنة دموع بس فيه سنة سعادة بس فيه سنة مجانين عدت مونة ممكن تعملي كل ده يعني ممكن أطلب أي حاجة أنا شفتها في فني قدمين فهتفهمها وهتحسها وهتحققها يمكن أحلى من اللي أنا كنت متخيلة تلخيص والد اللي بين الحاجات ده فهمة أنا بحب الحاجات دي بقى عند مونة أو الحاجات الصغيرة دي أحب الجملة اللي ممكن تلقيها فتحسي مونة بتروح رميك جملة في قلبك كده هنا بتروح قيلة جملة كده عارفة بقولك دليفري لقلبك مش هتروح حتة تانية يعني لا الموهبة شيء عظيم طبعا يعني ما طبعا أي مخرج بيبقى نفسه إنه يبقى الكلوبريشن يبقى دايما عامل كده بس في الدنيا كلها ما بتبقاش الحكاية عاملة كده يعني قضي ساعات في ناس ممكن تبقى مش معندهمش الدرجة دي من الموهبة بس ممكن يفجؤوكي لو طلعوا بطريقة تانية فهي هي زي جيم الحكاية كلها عارفة زي لعبة زي يعني المهم إن العرض بشكله العام يبقى في الآخر القصة دي بالنسبة لي أنا متصدقة ده الأهم من المهارات بقى الفردية والماستر سين ده والمماثل ده المهم الحكاية بس على بعضها إنك تصدق إن دي حكاية بجد وإن دول بني قدمين بجد ويبقى شكلهم شبه الحقيقة شوية كده في درجة اصطناع إحنا بنبقى اتعودنا عليها وبتتعارض قدامنا وخلاص إحنا كمشاهدين نتعودنا والممثلين نتعودوا فنعملها وتمام محدش بيبقى متدايق منها لا المشاهد ولا الممثل بس هو عايز يجذب مثلا أنت موجودة معي وأنا عايز أقول إنه لا نسيمة مش معي فأقول لا نسيمة مش موجودة مش هنا على أساس إنه التاني عبيت ما خدش باله من الطريقة اللي أنا قلتها دي أنت أكيد نسيمة موجودة هنا فهي النوع ده من الفيكنس اللي هو لا يا جماعة إحنا لما بنجذب في الدنيا عمرنا ما بيبقى من علينا فإحنا عايزين نجذب زي ما كذب الدنيا اللي هو حقيقي في الآخر إنه ما مفهوش الدرجات يعني ما هي مش أوفر أكتنج هي حاليات مسرحية قديمة بس إحنا ستاك فيها ساعات ومنحس إنه لا تمام عادي وما بدأش أحد يعني اتكلمت عن الممثلين وعلى يعني الدجريز في الأكتنج زي ما بتقول طب فيه ممثل وفيه نجم إيه الصفة اللي لازم تبقى موجودة عند الممثل عشان يكون نجم؟ الكاريزمة حاجة دي بتاعت ربنا يعني الكاريزمة لو موجودة في أي حد هيبقاني من غير ما يعرف يمثل أصلاً خالص مش بالضرورة إنه يعرف يمثل بس دي حاجة بتورد بيها يعني مش بدا ولا حاجة بتدرس هي شبه أهم إناف اللي أنا قلت هالك بايزوي يعني هي حاجة شبه إن انت تعتقد مبدئياً إن اللي انت عندك ده مميز وتصدق إنه مميز هتنقل للتزديق بتاعه ده مبدئياً الحاجة التانية فيها حاجة بتاعت ربنا إنه فيها حد بيدخل بياخد عينك بتاعت ربنا مين هو يعني أذي ليه أنا ما بعرف بس بقدر أحس هي ملهاش مش طريقة معينة مش حد يصور وش حد يقوله وش هكفوتوجينيك ومش الحاجات دي هي كاريزمة كاريزمة حاجة تانية خالص يعني واحد زي خفير برديم يعني اللي هو بالنسبة لي أحسن حاجة موجودة في مستوى التمثيل دلوقتي في الدنيا ما تقدريش تعرفي هو وسيم ولا مش وسيم ولا ينفع كل حاجة ينفع يبقى حاجة صعبة خالص وينفع يبقى سوبر هندسل يعني هو كده فعما يعني ده بقى نجم هو ولا توم كروز يعني توم كروز الأصل معتادة من النجومية بس أنا حاسس إنه اللي أصعب هو ده هو الخفير برديم هو اللي ما فيش منه كتير يعني إنما دي تحس إنه ده تمثال مصبوب فيه بني آدم بطريقة معينة يعني بس لما حاجة كلمة على التمثيل يعني دايما بينسحوا المخرجين إنه هم ياخدوا ورش تمثيل عشان يحسوا بالموسط أكتر يمكن يعني مثلته وانت صغير وبعد كده مثلت بقى في مسلثة طبعا تحت السيطرة مع المخرج العظيم تم المحسن اتعلمت إمن التجربة دي وغيرتك إزاي كمخرج فيما بعد لا هي مش غيرتني كمخرج هي غيرتني كإنسان مش كمخرج طبعا لأن أنا أخيرا عملتها يعني أخيرا بقيت شجاعة لدرجة أن نعمل كده يعني طبعا الفضل يعود لتامر محسن في أي حاجة يعني بس الفكرة أن هو فكر فيه وكلمني وأنا طبعا أنا وفقت جدا تامر يعني أزفة مجرد أن يبقى فيه مخرج عظيم أنت هتشتغلي معايا فأنت محمية يعني هيبقى فيه جزء من الشيلة أنا أنا هفول الأوردرز بتاعتك بس عارف أن أنا مسنودة على مخرج يعني فما فيش هزار طبعا أول يوم ما صدقت شانا بعمل إيه في نفسي يعني دخلت كده لقيت مكتوب على باب قوضة الفنان هني خليفة فالطريقة دي ما بتتكتب لناشا إحنا في الشغلانة يعني وملناش قوض وملناش كرافونات وبتاع فأنتحس قوضة إحنا غرزنا بقى إحنا بنعمل حاجة بس عادت أستجمع بقى كل الشجاعة والمسرح بتاع زمان وساعات الواحد بيبقى يعني أو اللي أنا بحبه في التمثيل هو إن الواحد يشيل كل الكوفرز ودي عملها صعبة جدا اللي هي فكرة إنه أم أنف بكل حاجة وحشة عندي أم أنف شعري ملخبط أميسي جاي كده مين عامل كده أم أنف فأنت دفاعك عن نفسك إنك أم أنف ده إن انت مش بتعملي أي أفكار جودجمنتل إن انت تقولي أنا قلت الجملة زي أنا أقول لا 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 لأ لت جو لت جو كاي زي المسرح كده إن أنا لما مثلت مسرح زمان بتقعد كل المخاوف دي عندك قبل ما تروحي دخلة من وراء كواليس مجرد ما بتدخلي خلاص إنتي جوا البحر وفي جمهور والصمت بتاعك والإقاع بتاعك فبيبقى زي ركوب الأمواج كده عارفة إنتي كفلوتين كده في اللحظة دي فهو ترعبت جدا وكنت خايف كتير وعندي مشاكل في الحفظ بس طبعا تامر عظيم كان سبورتينج وعمالي شجعني تمام إنت كويس هتبقى مش عارف إيه لغايت ما بتدخلت وبحاجت جدا اللوكيش يعني أنا حابب التمثيل أكتر من الأخرج بكتير يعني لو كالمتعة هي المتعة هناك في الحتة دي لأنه دي اللي فيها الطيران فوق السحاب إنما الإخراج فيه تفاصيل كتير وشمال سنة ويمين سنة ويعني فيه منجمنت لحاجات كتير قوي والممثل مش بيمانج من غير نفسه يعني مش بيشتغل غير نفسه بشكل بسيط وياخد ديريكشن بس من المخرج وكل لقطة بالنسباله هي محاولة جديدة للركوب الأمواجي يعني إنما المخرج مش كده بحاجات وضغط الإنتاج والتفاصيل وباقي الممثلين والصوت والصورة يعني تفاصيل بتبقى كتير قوي حبيت التجربة جدا وخلصتها رح تخذت هورتشوب كان وحشني التمثيل لأنه هو التمثيل انسبارينج أصلا موحي بغض النظر هنعمله ولا لأ مش مهم بس هي الفكرة أنه التمثيل بخلاني بقيت أهدى كأنه داني ثقة في نفسي وده من قبل ما ينزل المسالفة هو لما نزل طبعا ونجح وكسر الدنيا دي كان حاجة مدهشة تالتة بس يعني أنا ساعتها كان عندي فيلم سكر مر كان في السينمات فبقى واقف بقى على السينما والناس داخل الفيلم إحنا دورك فتحت السيطرة كان ياسعين تمام يا جماعة شكرا بس هو أنا مخرج برضو هنا فيه فيلم يعني فكان الإحساس غريب متداخل في الوقت ده بس اللي أنا حسيته أنه التمثيل كأنه صالح المراهق على نفسه وكأن أنا لما حكيت لك أنت بتسألتيني قبل كده عن اللحظة اللي قارت بقى فيها مخرج فيه احتمال تاني أن أنا كنت بكون بهرب عشان الهشاشة لأنه أنا مش شجاع قوي كده يعني فكرة أنك تمثلي مسرح بالنسب لي أسهل من أنك تمثلي سينما قدام كاميرات وتمثلي مكتزأ وفي المسرح أنت بتبقي كل حاجة بتاعتك فبتشيلي الحاجة في السينما أو في الأعمال اللي فيها كاميرات يعني لأ العمل بيبقى متقسم وطريقة تانية وكنت حاسس أن أنا لأ ممكن ما عنديش الشجاعة الكافية أن أنا أطرح نفسي كما مسر يعني فيه شات خجل كده يعني فكأنه الخجل ده راح لما عملت تحت السيطرة وتصالحت جدا مع أي حاجة أنا تمام أجل فارق مع أي حاجة يعني يعني ممكن أن نزل شعري منجوش والله يعني أنا أشترك ما فيش مشكلة يعني 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 عارف مش مهتم قوي برأي الآخرين سبحان الله يعني قصدي إنه كأنه خلاص أنا اللي عندي كم مستخبي أهو بقى موجود فما بقيتش ما بقيتش بقيتش ألقى من حاجة يعني يعني حالة عظيمة التمثيل يعني 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 عظي أنا بحس إنه شيء شبه لعلاج النفسي يعني بيخليك إنسان أروأ وأكثر تصالحا مع نفسك ومع الآخرين يعني دي تجربتك مع التمثيل لكن برضو لما بتجي مع الممثل بتدير ممثلين كتير في نفس الوقت وأحيانا كتير ممكن يبقى فيه إيجو لممثل أو تاني يأثر على العمل ده فإزاي بقى كمخرج بتقدر تخلق سيطرة وفي نفس الوقت يبقى فيه تعاون ما بين الممثلين من غير ما الإيجو يجي يبوز كل حاجة بحاول يعني بحاول على قد ما أقدر يعني إننا نحمي الناس واحمي البروجيكت من الإيجو بس غصبا عننا لو الإيجو دي موجودة وإحنا شهر رمضان شغال والحلقات هتنزل هناخد الإيجو ونعرض بيها ما مش مش هعمل إيه يعني ما بس ما حصلش كتير بصراحة في حياتي ما حاستش إنه إنه أنا قابلت ده في أي شغلة من شغلي يعني يعني حتى الشغلانات اللي حصل فيها مشاكل أعتقد ما كانتش مش إيجو يعني حاجة معقدة أكتر بس ما بملش حتى التصنيف الممثلين بالبساطة دي يعني مش إنه هو عنده إيجو وعايز يفررم بحيث إنه ما عنده خوف وعنده قلق وعنده هو إنسان هو كمان وعنده حاجات فأنا لازم أحترمها يعني منفعش أنمطه إذا كنا إحنا بنعمل الفن عشان ما نمطش الكاراكترز فبالتالي منفعش أتعامل معاك وأقول إن أنت آه ما أنت خايف على الفن زبتوعك ما هو ده ما فيه حكم مصبغ برضو مش صح يعني ما أقول حط نفسك في مكانه من ده ممكن يطلع على نقاش ويطلع حتى تراست يعني التراست هو فكرة إن الواحد يحط نفسه مكان الآخر نقطة مهمة جداً ولما ده ما بيقولوا كده من المخرجين يا بيكتبوا أعمالهم يا بيختاروا تمات أو أفكار بتبقى بتمس حاجة جواهم لما بشوف أفلامك وكل مسلسلاتك صحيح قصص مختلفة جداً وجنرز مختلفة قدمت السوشل دراما أو الدراما الاجتماعية وقدمت الرومانس وقدمت برضو تريلر لكن بحس إنه فيه عامل مشترك ما بينهم وهي الطريقة اللي بتقدم بيها الشخصيات بحس إنك بتشرح الشخصيات وبتقدم كل جوانبها نقاط ضعفها مخاوفها الحكاة اللي بتاكلها من جوا لكن بتعمل ده من غير ما تصدر أي أحكام على الشخصيات وبحس إن دي طريقة يعني لحد ما كده بتنقض بيها المجتمع اللي أحيان كتير بيصدر أحكام سريعة جداً عن الآخرين وعن الحاجات رأيك إيه في الكلام؟ لا يعني الموافق معك أنا كنت لسه هقولك إيه بقى الحاجة اللي مشتركة لنا ما عايز أعرفها فحسيت إنه آه والله اللي أنت قلتي ده أنا بحب إن أنا ما عملش جدش على شخصيات لأن أنا في اللحظة اللي بعمل فيها جدش منت على الشخصيات يعني أنا بنمطها فما بخليهاش بني آدم لأنه ما فيش بني آدم شر مطلق ولا خير مطلق والفن الجايد دايماً مرتبط هو بإعادة اكتشاف البشر ومش يعني في الحكاية التقليدية في الكلاسيكيات هتلاقي فيه زوجة الأب الشريرة وبيش على الحمل ما عرفش إيه بس أزي ده ممكن يليق بالأطفال بس لما بنكبر شوية ونندج ما ينفعش نبص للناس كده يعني أنا دايماً فيه فيلم مبهر بالنسبة لي بفتكره من الأفلام اللي نوارت قدامي حاجة كبيرة فيلم اسمه ديد من ووكينج تمثيل شومبان وسوزان سراند فيلم ده عن رجل عمل أسوأ ما يمكن عمله في الحياة بس أنت في نهاية الفيلم ما بتملكش غير أن أنت بتعايت عليه وهو بيتعدم على الكرسي بس ده الفيلم اللي بيعلمك حاجة عن الإنسانية مش عشان أن أنا أتسامح مع المجرمين أو المزنبين أو مش فكرة كده هي الفكرة أنه نفهم هم منين جم هو إزاي الشر ده اتكون في المجتمع ده ده أهم من أن أنا أقول هو ده الشرير قتلوه دي مش وظيفة الفن خالص دي وظيفة المحكمة ووظيفة النيابة ووظيفة مجلس الشعب ووظيفة أي كيانات اجتماعية بتحاول تحقق سلام اجتماعي وبتحمي نفسها فتقول لأ اللي يسوق فوق السرعة دي لازم يتمنع مما يتخدش رخصة بتاعته ما يسوقش تاني بس أنا لو بعمل فيلم عن الراجل اللي بيسوق مية وعشرين ده هحاول أشوف هاليسا على مية وعشرين مش هدينه علشان أنه لا اللي بيسوق موتوهم إخلصوا منهم دول يا دي مش طريقة الفن ولا ده دور الفن ساعات بيطلبوا مننا في الفن أن احنا نصدر أحكام وكأنهم متخيلين أنه الجمهور أهبل يعني فلما الفن يقوله اطلع شمال على ده فكلنا هنطلع شمال على ده يا السلام مش هيشوفون احنا خالصوا هيتفرقوا على حاجات تانية أصلا مش يعني كان غيرنا أشطر يعني هي مش كده يعني الفن ليه دور ساعات أنا حاسن كل الناس يعني شايفين الفن لازم يعمل الفن يا جماعة الفن مش لازم يعمل فكرة أي حاجة يعني روحوا شوفوا الجيوكاندا كده شوفوا الموناليزا شوفوا وحد يقول لي أي حاجة حد عايزها من وراء الموناليزا ومن أي حاجة كتبها شيكسبير ومن أي حاجة في الدراما اليونانية فيش حاجة اسمها كده فأنتو بتخترعوا حاجة ويعودوا يقولوها وآه لأ ده كمان يبقى لازم نقول كده ونعمل كده طب اتجرب فين قبل كده لما حصل إيه يعني عندنا أفلام للأستاذ حسين صدقي طبعا العظيمة اللي ما أسرتش في أي حد خالص في قوائل التلاتينات يعني كتأفلام دعاية وبيقول للناس يعملوا إيه والصحة إيه والخلغات ما اعتزل زي الفول يعني فهي الحكاية بس إنه أنا ساعات ببقى حاس إن يا جماعة ما سيبوا الفن في حلوه ده مجرد ريفليكشن للناس مدايقكم الفن يبقى أنتم مدايقوا الناس حلوا مشاكلكوا والموضوع بسيط خلص يعني هل بتحس إنه أعمالك نوع من المراية المجتمع بيشوف فيها نفسه؟ أنا مش حاسس إن شغلي عنده البعد الاجتماعي يعني مثلا لما تكلمي عن عاطف الطيب في التمانينات فتقدري تقولي إنه عاطف الطيب بيوريك الطبقة المتوسطة المصرية تحولتها عاملة إزاي بعد الانفتاح؟ ما أعتقدش إن في شغل أنا فيه كده يعني أعتقد أغلبه على المشاعر والعواطف مش المشاكل الاجتماعية مش على الظواهر الاجتماعية أعتقد هي حاجة كده إنسانية واسعة شوية مش مش اجتماعية أتصور معرفش يعني الحكاية هي أنا بدور على حاجات أنا أصدقها أنا أحسها أحب أقولها أو ما عنديش منع إن أنا أقولها دي بتبقى أضعف درجات الإيمان عشان ساعات لازم ناكل عيش ونجيب أصوات وحاجات كده فبيبقى فيه إنهم أوكي ممكن ما عنديش مشاكل يعني ما عنديش مانع أقول ده بس مش اللي هو ملح عليا وفظيع ساعات عايزة ممكن يبقى مش شديد الأهمية يعني مين محتاج له بس في الآخر في البزنس ده إحنا محترفين ساعات يبقى جزء من الحكاية الصنعة في حد ذاتها إنك تجربي حاجة أنت ما جربتهاش تشتغلي في حتة أنت ما اشتغلتش منها مش دايما الأفكار عندي عميقة أنا مش صاحب رسالة الصراحة يعني عشان أبقى أمين يعني طب لو هاني خليفة شخصية في مسلسل أو في فيلم وحبنا نفهم الشخصية دي أكتر زي ما بتعمل في أفلامك ومسلسلاتك إيه الحاجة اللي بتحركك؟ لا 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 ديش أي معرفش الله اللي بيحرك أساني خليفة كشخصية هو غالبا برا الشغل ما فيش شخصية أنت متخيلة يعني أزيب كأنه ما فيش عندي رياليتي جيل غير جوا الشغل أنا طب في رياليتي الشغل؟ يعني اللي بيحركني هو الشغل هو الحاجات اللي لي علاقة بالشغل والأفكار اللي علاقة بالشغل الحاجات اللي في الدنيا شبه الشغل الحاجات اللي في الدنيا اللي فيها لحظات درامية مدهشة مش متصدقة غريبة مش متوقعة الحاجات دي هي اللي ممكن تبقى بتحركني يعني بس طب إيه الحاجة اللي بتهرب منها؟ اللي بهرب منها؟ لا، غالباً مبهربش من حاجة غالباً، غالباً يعني، ميتها يقلي ما عنديش حاجة بهرب منها أو خايف منها يعني، الطبيعي أنا في سني في أكيد بقى إحنا كبرنا وبتعب السنة بالعكس أنا بوجده أنا تمام يعني مبسوط خالص الحمد لله يعني طيب، وإن حاجة اللي بتدور عليها دايماً؟ بدور عليها؟ لا، السلام والسكينة يعني ما موضوع بسيط يعني قزي مفيش حاجة يعني، يعني بحس إنه الرفاية أنا محتاجش حاجة أصلاً أنا ما ينقصنيش حاجة أنا ببقى قاعد لوح دالة تمام زر فل يعني، أول ما ببقى محتاج حاجة يبقى فيه مشكلة فأنا ما بحبش أحتاج حاجة يعني ولو احتاجت الحاجة قوي أحب ممكن أعملها في دماغي يعني ما بقى لي سنتين عايز أسفر سينا مثلاً بقى أحب أنه يبع جداً أخد الطاقة في تعايتها في الآخر لازم أصحها بكرة وراشة ما بيبقاش ملاحة عليها أو إن أنا لازم أحقق الحاجة لأنها محتاجها ما عرفش، موضوع بسيط يعني طب، إيه النصيح لك؟ وتتمنى أنه أحد يديهاي لك قبل ما تبتدي المشور ده؟ ما بحبش النصيح خالص خالص مش محتاج النصيح عن أحد وكل حد يخليه في نفسه وزيل لأن إحنا مش نفس الأشخاص ولا نفس الدماغ وغالباً ما بنشوفش الحاجات زي ما هي يعني هاتنين شايفيني الأزازة دي مش نفس الأزازة فصعب قوي إنه ننصح بعض يعني بالنسبة لي النصيحة مش حاجة كده حاسنا إحنا حافظينها بس هي جاية معانا من زمان فإحنا لازم نقولها فقديني نصيحة وقدينيك نصيحة وإحنا دمام على بكرة طب إيه أهم درس نفسك تعلمه لابنك آدم؟ أنا دائم بقوله حاجة واحدة اللي هو You have to know when to stop يعني لو ترجمناها بالعربي لازم تعرف إم تتوقف بشكل عام في حاجات كتيرة في الدنيا في الحاجات الوحشة في الحاجات الحلوة دي دي مسؤوليتك الشطرة إنك توقف إم ت لأن إنت مش هتعرف ما تعملش حاجات كتير بس حاول دايماً تبقى شاطر إن إمت بتقول كفاية طب إمت تعلمت الدرس ده؟ أنا ما تعلمتوش أنا حاسس إن ربنا دايماً كان بيكرمني وبينقذني بإن أنا بقول stop في اللحظة الأخيرة الحمد لله لأن فيها الحاجات كتيرة في حياتي لو ما كنتش قلت فيها stop كان ممكن أن تبقى مدمرة قلت إن ابنك غير حياتك ووالدك كان من يمكن أجمل الشخصيات إيه أهم درسة تعلمتوا مني؟ ما كنت عايز أتلع زيه أنا بحبه جداً جداً هو my hero بس هو my hero اللي أنا مش عايز أتلع زيه بمعنى يعني هو كان عنده أحلام كتير وقدر يدوس على أحلامه عشان يضحي عشان يربي إخواته عشان كان عنده مسؤول من إخواته وبابا توفى بن إيدي وهو الأخ اللحيد فكان لازم يوقف الولاد دول على كأنه باباهم يعني هو كان بيحلم يا حبي الله يرحمون وكان أيام بقى السورة وكده كان بيحلم يشترك في فرقة رضا يبقى راقص في نون شعباية لما تتخيالي واحد صعيدي في الستينات عايز يروح يبقى راقص فأنتي ده شيء غير غير كل اللي حواليه يعني فبس أبويا خواف خواف من الظروف اللي هو نشأ فيها والمجتمع والحاجات دي فأبويا بيروح لغاية المت معين ويوقف فأنا مكنتش عايز أعمل كده كنتش عايز إن أنا أبقى بقى في المت مش بس نسخة أنا هروح أبويا مراحش المشوار ده يعني أبويا هو الأول واحد جاب لي شعر أب جاب لي كتب شعر لما لقاني بحب الشعر فجاب لي كتب شعر يعرفني على الشعرة لما كنت بعرض مسرح في المدرسة أبويا يجيلي طبعاً أنا كنت سخيفاً وأنا صغير يعني فممكن وأنا بقى عائل في المدرسة عاملة 14 سنة مسرحية فيبقى في مشهد في التلفزيون لنجمة مهمة جداً في هذا الوقت وأنا عود أطلع على القطة التلفات سأقول إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده فيك ده وحش ده بتاع فأبويا يبصيلي كده مش كده لازم تفرق يعني مش معنى إن إحنا جينا لك العرض في قصر الثقافة وسقفنا لك فأنت زي الفنان اللي عنده ملايين بيحبوه فكان أبويا بيعني الحاجة زريفة إن هو بيحاول يحطملي الإيجو شوية عشان يفاهمني إعقل يعني هو حاول يعني وبعدين الزمن كمل على حيكاية دي فعما أزيفها الحمد لله عقلت مؤخراً يعني أتصور بس لا أبويا كان عظيم بس كان بيقف لغاية حتاة معينة عشان كان هو محمل بأعبق كثيرة من إن أنا بقى محمل بأعبق كبيرة لغاية لما خلفت ابني لما خلفت ابني مبسطت جداً لأنه أولا مش عيب أخلص بالعكس هو دور وهو حاجة طبيعية يعني وزي ما بقولك كده هو اكتشاف حياة أخرى بطريقة مختلفة يعني إيه الحاجات اللي النهاردة مهمة بالنسبة لهاني خليفة وإيه الحاجات اللي كانت مهمة بس فقدت أهميتها مع الوقت إيه الحاجات اللي كانت مهمة وفقدت أهميتها مع الوقت الحروب الصغيرة يعني قبل كده كان طبعاً كسعيدي وكحد سنه أحمق وعنيد وحاجات كده ممكن أتشد في إخناقة صغيرة مش مهمة خالص بس ما عرفش أسيطر فيها شوية يعني أبقى منفلت شوية دلوقتي ما أعتقدش بقيت الحكاية خلص يعني من ساعة ما خلفت ابني وأنا حاسس إنه إحنا صغيرين جداً والموضوع مش مستهل أي حاجة فبقيت بتعامل شوية بشوفان تاني كده إنه كل ده مقاسو صغير شوية مش الدنيا مش قائمة على هذا المشروع ولا هذه الخناءة ولا هذا الشخص الدنيا أهم وأجمل من كده بكتير وأصعب وما تعرفش هيبقى فيها إيه واللحظة اللي أنت حانق عليها دلوقتي قد تكون أعظم لحظات حياتك لو أنت شفت بعد خمس سنين هي بقى إيه فيعني ريلاكس كده يعني معرفش أنا ابني خلاني أنا ما دين له إن أنا شخص أفضل أتصور يعني إنه خلانك تشف شوية أبقى جروندد زي ما بيقولوا الفن ساعات بيطيرك تاخدك الغواية وتحس إنه أنا أقدر أعمل كذا وأقدر أعمل كذا ماشي وبعدين فيش حاجة في الآخر يعني يعني دايماً بقول إنه اللي عمل تعامد الشمسة على معبد أبو سنبل ما إحنا ما نعرفش اسمه واللي عمل ديزاين تمسالة أبو الهلم ما نعرفش اسمه واللي عمل الثلاث أهرامات ما أنا يعني يعني أزي ففي عبقرة كتير في الدنيا وي آر سو سمول اعمل دورك ببساطة وما تنساش إنك تستمتع بحياتك تستمتع بيها وتحترمها وتقدر النفس اللي طالع من غير قلم وتقدر حركتك وتقدر الآخرين فريلاكس كده إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة